كل سنة وانتو طيبين كما جارة العادة وعيد سعيدة على الجميع انتو من شوية سمعتوا طابلة الستة بالنسبة لنا طابلة الستة شيء رائع يعني ولسه الاقول خلونا نرحب بسهة ومنا منورنا منورنا وكل الفرق منورين انتو كده بس ولا في زيادات مجاتش معنا المرة دي لأ في زيادات عندهم امتحانات وكده امتحانات اه لأ ما تقوليش انو في سنوية عامة جامعة لأ جامعة كلهم جامعة لأ طيب احنا اول مرة تقابلنا كنا حاب نحاول لسه نتكلم نفتكر كان من عشر شهور صحيح كنا في شهر تمانية خير اول هسألكم بقى ايه اللي حصل في طابلة الست خلال العشر شهور دول ايه التغيير اللي جارب اه او التطور حلو التطور افضل من التغيير اوكي اولا احنا اكترنا بقينا اتناشر ست اه في فرق طابلة الست حلو مبدئيا كويس تاني حاجة في ورشة طابلة الست دي فيها بقى 3046 بتتعلم اقاع بتتعلم غناء وتحت الاعداد وتحت التدريب جميل اه اه اعرضنا بقى في حتاك كتير او سفرنا محافظات في مصر سفرنا اسوان اعملنا مهرجان اه للمرأة و سفرنا اسكندرية اعملنا حفلة في المركز الثقافي الفرنسي اوكي طالعنا في مهرجان الطبول مرتين اه اعملنا حفلت في الساقية وفي الابرة ام في حاجات كتيرة طب حلو جدا هنا ارجع انت بتدرسي في الورشة بتاعة طابلة الست او لا اه لا هي سوها هي المستحوزة المستحوزة على الموضوع ماشي هي شطرة قوي بدا كمان كان مجرة العادة بحقيقة كلكم شطار بصراحة يعني وحاجة اتفرح وبالمناسبة هو لازال حتى اللحظات الأخيرة قبل ما نعود مع بعض في الحلقة دي فمنلاقي ناس كتير جدا من الناس اللي تفرجت و سامعوا طابلة الست من عشر تشهر ففضلوا يطالبون ما تجيبوا طابلة الست تانية في حالة طبعا من نقنع الناس انه استحالها نجيب طابلة الست مرة في الشهر يعني هيبقى صعبة علينا وعليهم كتير هيبقى يعني بنعملوكوا على حالة احتكار يعني لكن هسألك يا منا انتم ما تقلقوش من انه العدد يبدأ يزيد فتفقدوا السيطرة على طابلة الست عدد الاعضاء عدد الاعضاء هقولك حاجة سوها كانت بتتمنى دايما انه العدد يكبر ويبقى فيه سنتاج كتير بتغني وبتطبل وبتعبر عن نفسها لكن اول ما ابتدى العدد يكتر شوية اللي هو يعني الموضوع شوية بقى ان كل فت بتفصيلة فالموضوع طبعا بيحتاج شغل كتير قوي اعدادات كتير السيطرة يعني هي ممكن تتكلم عن ده اكتر لان هي بتبقى مسؤولة عشان ندخل التناغم ما بين الكل ده حقيقي ايقاب ماشي على نفس النغمة نفس الموجة مش بس في الغنى انكم تمقوا صحاب بزبط تمتقض مع بعض طبعا اوقات مهولة يعني مهولة طب هنا هرجع بقى على مسألة بما انتوا عملتوا جوالات في محافظات كتير وحفلات هل في افكار ان طبلة الست تعمل حفلات برا حدود جمهورية مصر العربية؟ اكيد احنا قدمنا في مهرجانات كتيرة عشان نروح مهرجانات خاصة بالستات وبالفولكلور وبالغنى الجماعي وبالايقاع كل دي مهرجانات احنا قدمنا فيها بس طبعا احنا خارجين من كورونا لسه طبعا كل الناس اللي هي كانت ليه علاقة بالمهرجانات اللي قفل المهرجان واللي الاميلات اتغيرت والاشخاص اتغيرت فاحنا لسه بنحاول نبعث وكده ولو تعرض علينا اي حاجة خارج مصر هنرحب بيها ونحب ان احنا نشارك فيها طبعا والتأشيرات اتعقدت اكتر يعني بقت كل البلاد مغلسة في اي حاجة يعني بيدوروا على اي حاجة طب انا برضو في عندي سؤال عشان احنا كنا بنتكلم على مسألة ساعات الطويلة اللي بتقضوها سوي بتعودوا قد ايه انتوا بتعملوا بروفات كل يوم يا منا؟ على اقل مرتين في الاسبوع يعني لو لما بيكون في حفلات طبعا بنكسف يعني وتعودوا قد ايه في اليوم اللي بتعملوا في بروفايا؟ تعودوا كم ساعة؟ لا معهم كتير ممكن اربع خمس ساعات اربع خمس ساعات وده بيوصلنا للمرحلة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية انه احنا هنقعد نغني كتير فعايزين مية فاحنا عمانين بنتناقش مع المطنيين في المية فطب هنحط لكم مية بعيد بس ينفعش بقى المية جنبكو فسوها قالت لا احنا ساعتين غنى كده ما ينفعش فمارست دور زعاني يا موزل هل في حاجات اتغير في طابلة الست في الاغاني يعني زودنا اغاني عن اللي كنا بنغنيها من عشر شهور؟ اكيد احنا طول الوقت بنتمرن على اغاني جديدة وبندخلها آآممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم حاجة الاسكندرية حاجة الاسماعيلية. ماشي. في حاجة مسلا لأسوان خاصة بأسوان. في كمان موشحات. حلو. اه في يعني حاجات من كل مكامل. مختلفة. اه طول الوقت بنعمل حاجات جديدة. سؤال كان شاغل بلع منها. هتصدقين القول صحب. هو لما انتم بدأتم اغنية اسود على مش عارف كل مظلوء. مقصودة الحكاية دي في بداية الحلقة. انتم قصدين. لأ خالص. يعني بترمو علينا في شيء. لأ خالص. هيا المربعات مليانة. يعني هي طويلة جدا. ومليانة حكم. يعني لأ. مش مقصودة. ده معنها ان الغنوة الجاية هتبقى فيها فرحة. اه اكيد. يعني مش هيبقى فيها دوع. انا حاسيتكم بتدوع الرجالة. لا لا احنا الاغاني بتحتوي يعني مشاعر مختلفة جدا. فيها زي ما انت وصفت دلوقتي. فيها فرح. فيها فيها كل حاجة. مشاعر البني المين يعني. طي. حلو.